موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد للليلة البلد ما بيجوز يندار بالبهورة وزلات لسان رئيس الحكومة اللبنانية علاقات لبنان مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج أحد ولا يجوز وضع السعودية في موضع الخص الحريري يؤكد أن موافقته على بيان قمة مكة منسجمة مع البيان الوزاري وسياسة النأي بالنفس الحريري يتمسك بالتسوية الرئاسية ويتهم المروجين الانتقاصي من صلاحيات رئاسة الحكومة بالكذب مرحبا بكم لن أقبل يدار لبنان بزلات اللسان ولا أن توضع السعودية في موضع الخصومة له ولا أن يزايد أحد على تيار المستقبل مواقف عالية السقف أطلقها رئيس الحكومة اللبناني صعد الحريري من السراي الحكومي في بيروت وجه الحريري رسائل في أكثر من اتجاه بدءا من التيار الوطني الحر ورئيسه وزير الخارجية جبران بسيل مرورا بمن وصفهم بالمزايدين عليه وعلى تيار المستقبل من بوابة صلاحيات رئاسة الحكومة وصولا إلى باقي القوى التي خاطبها من بوابة سجالات الموازنة ومؤتمر السيدر والاتهام بالازدواجية في المواقف بين مجلس الوزراء والبرلمان الحريري لم ينسرد على منتقدي موقفه في قمة مكة فأكد أنه وافق على بيانها باسم لبنان والتزامه بالنأي بالنفس لا آت الحريري بدت أشبه بما يريد القول الأمر لي ولسيما أنها جاءت بعض سجالات حادة شهدتها الساحة الداخلية طالت فيما طالت ملفات على تماث مباشر به سواء التسوية الرئاسية التي أكد تمسكه بها أو أداء ودور بعض الأجهزة الأمنية أو علاقة لبنان بالسعودية فهل حققت رسائل الرجل أهدافها؟ وهل يمكن أن تكون هي فاتحة لتخفيف الخطاب المتشنج أم العكس؟ وهل يفتح اللقاء المرتقب مع الرئيس عون كما أعلن الحريري باب لملمة السجال المفتوح على مصر عيه؟ هذا ما سنناقش في ملف مسائية الليلة الوحيد إذن أكد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أن علاقات بلاده مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج أحد وفي مؤتمر صحفي في الصراع الحكومي أكد الحريري أنه لا يمكنه القبول بأي دار لبنان بزلات اللسان لكن نحن ما فينا نضل ساكتين على الغلط وعلى أي حكي غير مقبول بمس الكرامات وبتجاوز الخطوط الحمر والدستور والأصول والأعراف البلد ما بيجوز يندار بالبهورة وزلات اللسان وبسقطات عم ندفع تمنها من علاقاتنا واقتصادنا واستقرارنا الداخلي كنت مزعوش جدا من الكلام يلي نقل عن الوزير جبران بسيل بالبقعة والتقارير الصحفية يلي كررت الكلام وراحت أبعد مدى بالتفسير والتحليل والاستنتاجات وأفضل شي عمله الوزير بسيل أنه نفى الكلام وياريت إجا نفي فور نقل الكلام لنقاش ينضم إلينا هنا في الاستيديو عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل دكتور نزي خياط كذلك معنا هنا في الاستيديو البحث في أشؤون السياسية دكتور وسيم بزي مرحبا بكم سأبدأ معك سيد بزي لأنه أريد أن نشري تقييما حسب رأيك لمقاله اليوم أطلقه رئيس الحكومة سعد الحريري من مواقف إذا أردنا أن نستخلص ماذا أراد أن يقول الرجل ومن كان معني برأيك أن يوصل له هذا الكلام أولا تحيي لك سيد راميا ولمشاهدي الميادين والدكتور خياط أهمية إطلالة اليوم أنه أتت بعد غياب طويل لرئيس الحكومة تحت أكثر من عنوان عطلة العيد زيارة عائلية والمشاركة في القمة بهاي الفترة صار زحمة من التطورات والسجالات الداخلية حاول أكثر من عنوان صار فيه لأي حاول حقيقة الواقع المحيط بالرئيس الحريري كواقع شعبي أو واقع طائفي أو حتى واقع سياسي لذلك إطلالة اليوم حتى البعض حاول يربط التأخير بإشاعات برأيي أنا كانت بغير محلة خاصة أنه كل غياب في المملكة العربية السعودية صار يثير نأزي لدى البعض ربطاً الذي جرى مع الرئيس الحريري بتشرين التاني 2017 لذلك هذه الإطلال السياسي قبل أن يصعد إلى القصر الجمهوري حاول الرئيس الحريري من خلاله أن يعيد ترتيب المشهد المرتبط فيه مباشرة بطيار المستقبل بواقع الصراع السياسي الداخلي بالبلد بأجندة المرحلة القادمة بالقدرة على الاستمرار بالتسوية مع الرئيس عون وإن كانت المندرجات لازالت صالحة أو بطلوب تعديل عليها وبالتالي واقع لبنان في هذه المرحلة الانتقالية الذي يعيش لبنان والمنطقة برأيي أنا الرئيس الحريري عم بحاول كان يعمل هجوم استباقي يموضع في نفسه بتريقة يرد فيها ما يصاب به من هجماته بنفس الوقت كان متهيبا الذهاب إلى المواجهة النهائية هذا التهيب برأيي عبر عنه لما انتقد حكي الوزير باسيل بالاسم بالابقاء ورجع ألحقوا بأنه الوزير وضح هذا الأمر ولو متأخرا وبالتالي هذه الإطلالة هيأت الجولة عند الرئيس عون بالساعات القادمة بطريقة تسمح له بأن يكون الهامش بالمناورة قدامه أكتر راحة برأيي أنا الرئيس الحريري عنده أولوية أساسية أنه تحت عنوان المسئولية الوطنية ومصلحة البلد لا يريد الذهاب إلى مواجهة لأنه أولوية بقاءه على رأس الحكومي بالنسبة له مهم جدا أولوية إقرار الموازني بمجلس النواب وبالتالي الذهاب إلى سادر يريد الوصول إلى شاطئ سادر بكثير من الإصرار لأنه هذه مصلحة سياسية لإله ويمكن تكون مصلحة للبنان يمكن ما تكون لأنه بالأخير نحن رايحين نتدين ستراميا موقفه السياسي بالقمة العربية وتبريره يحتاج إلى نقاش وترتيب توازنات العلاقات لكن نقطة أنه كان متهيبا مستعدا للمواجهة أو لتجنب المواجهة هذا سأسألك عنه في الإضاحة وبكل أحوال أستشير فيه الدكتور نزيخيات كيف وجدت اليوم رئيس الحكومة لأن هذه الكلمة كانت منتظرة وكما قال دكتور بزي كان في غياب كان على سفر وعاد وفي كثير من الأمور التطورات في الساحة اللبنانية إلى أي حد ما أفهمه من السيد أو دكتور بزي بأنه قبل أن يذهب للقاء رئيس الجمهورية أراد أن يقول بأن علاقتي معه وليس مع أي أحد في التيار الوطني الحر ولا حتى رئيس التيار وزير الخارجية اللبناني لذلك كان يوجه كلام خاصا به وذكره أيضا بالإسم شكرا تحياتي للمشاهدين تحياتي لزميل وحضرتك الرئيس الحريري كان اليوم فعلا رجل دولة بامتياز أولا لتقييم الرئيس الحريري السياسي يجب أن لا أن نميز وضعه كرئيس حكومة عن باقي الزعمات السياسية في لبنان التي خاضت الحرب إنه الرجل الوحيد الذي لم ينغمس في زهنية ميليشيوية كما انغمس بها باقي الأطراف اللبنانيين فهذا إذا كنا أن نحدد بشكل موضوعي خلفية سياسية ومنهج التفكير للرئيس الحريري فهو ينطلق من أنه لديه العقل السلمي والمنهج المحاور وقد أعلن مرارا وتكرارا أنه لا يمكن حل المشكلة اللبنانية بتشعباتها الداخلية والإقليمية إلا عبر الحوار ومن خلال الحوار الرئيس الحريري خلافا لما أشار إليه الدكتور العزيز لم يكن بموقع لا هجوم ولا دفاع إنما وضع النقاط على الحروف أعاد تصويب الأمور في عدة مسائل جرت تداول بها خلال فترة غيابه سواء لحضور المؤتمرات أم لعطلة عيد الفطر أم للزيارة العائلية وما تخللها من صخب إعلامي ومن زلات لسان وهي وما أكثرها في هذه الأيام أنا لا أتصور أننا في مرحلة حارجة ودقيقة من تاريخ لبنان المعاصر مسموح لأي طرف سياسي أو لأي مرجعية أن يرتكب هفوات تهدد أو ما قد يفسر بأنه استفزاز لفئة دون أخرى لأننا بحاجة إلى هذا الاستقرار للاستمرار والصمود أمام المأزق الاقتصادي الاجتماعي الذي إن غرق هذا المركب لن يميز بين رأس حامي ومعتدل ومتطرف فالجميع سيغرق لن يميز بين هذه الطائفة وتلك فبالتالي نحن أمام مشهد جديد وضع خارطة طريق للخروج من هذه المرحلة من التوترات لا يجوز كل ما حدث عملية عنفية من قبل أحد المتطرفين أن تلزق بطائفة بأكملها لأنها عندئذ لكن لم تلزق وكان لبنان جديد علي أن نسمع مثل هكذا تصريحات يا عزيزتي عندما يتم الحديث عن البيئة الحاضنة فهذا شكل حالة من الاستفزاز بالحقيقة نحن بغنى عنها لقد مررنا خلال فترة السنتين بنوع من الهدوء في هذه الأجواء وتخطينا هذه المرحلة ونحن في مرحلة السلم الأهلي ولكن هذا السلم الأهلي بحاجة إلى تحصينه اقتصاديا واجتماعيا عندما نقول سادر سادر ليس مشروع الرئيس الحريري وأنا هنا أود أن أؤكد أن سادر بإجماع أعضاء مجلس الوزراء الممثلين بجميع الكتل فلا يحاول أحد أن يقول أن هذا مشروع تيار المستقبل دون غيره الجميع وافقوا وافقوا على مندرجاته وافقوا على الاتفاقيات أخذوا قرار فيها ولكن حاليا مطلوب عمليات إقرار الموازنة تحديد الإصلاحات المطلوبة هناك بعض التسويات التي قد التجملية التي قد تحصل على هذه القرارات الصعبة وإلا أشار الرئيس الحريري في هذا الخطاب بسلاسة عنوين أولا ممنوع الاستمرار في الجو المتطرف أو المتوتر خلال الفترة الماضية العلاقة التسوية السياسية لم تسقط وإن تخللها بعض السغرات التي كانت تجاوزت الحدود المقبولة ثالثا العلاقة المباشرة مع فقامة رئيس الجمهورية وهذه النقطة حتى المرتبطة بموضوع التسوية وإلى أي حد موضوع وضع نقاط على الحروف بمعنى إذا أردت أن أسألك دكتور بازي ما الذي يصلك منها موضوع البلد لا يدار بزلة اللسان كان من المهمة نفهم إلى من يوجه هذا الكلام هو فقط باتجاه وزير الخارجية جبران باسيل وإلى أي حد في تحميل بشكل لم يسبق عليه في لبنان لبعض المواقف بهذا الشكل هل هناك خصوصية اليوم في الساحة اللبنانية في التوقيت الإقليمي ليكون الأمر يحمل هذا التشنج الذي وصل إليه؟ أكيد لأنه بالنهاية كل الواقع مربوط ببعضه في جو مش مريح بالمنطقة في مواجهة كبرى بن مشروعين كبار سبقة القرن هي إحدى تمظهوراته أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات عبر مؤتمر البحرين الاقتصادي بـ 23 اخذنا المنطقة على سياء يريد أن يجهد القضية الفلسطينية من خلال العنوان الاقتصادي وبالتالي مسألة الحديث اليوم عن النائب النفس والالتزام فيها دفاعا عن السعودية قد يكون هذا مشروع بالمنطق السياسي الذي يمثل الرئيس الحريري لكن ستراميا بالنهاية المملكة العربية السعودية تقود خيار طرفي في المنطقة العربية ولا يجوز أن نختصر العالم العربي بالعلاقة مع بعض الدول في هذا العالم العربي فقط لأن المصلحة التحالفية السياسية الضيقة تفترض هذا الأمر أنا بدي أحكي شوي بالموقف من القمة بس بدي رد بالأول على سؤالك حول الوزير باسيل وزلة لا لأن هذه نقطة مهمة عفوا ولو نوضح بالسؤال لأنه لماذا كان معني رئيس الحكومة أن يرد بهذا الشكل لأنه أيضا ربطا بموضوع المملكة العربية حول موضوع القمة عم تسأله لا إن كان على موضوع القمة أو حتى على استجالات التي كانت إن كان في توتر المشهد بين التيار الوطني الحر والمستقبل على موضوع التصريحات قبل أسبوعين وأيضا بموضوع السجال الذي حصل على موضوع اليد العاملة إضافة لموضوع القمة لكن كان هناك معني لا أدري إذا كان هناك خلاصة سياسية بالمعنى حتى الإقليمي أريد إيصالها من التركيز على وزيره الخارجي لا واضح أنه في خلاف سياسي أنا بس للإنصاف الرئيس الحريري قد يكون وصل من خلفية سلمية غير ميليشيوية لكن للأمانة الميليشيات انخرطت بالدولة نتيجة اتفاق الطائف اللي نحن مندفع عنه ومفهوم السلم الأهلي والعفو العام لتكرس سنة تسعين وواحدة وتسعين والإنصاف الثاني أنه الطيار الوطني الحر والوزير باسيل لم يأتي من خلفية حربية أو ميليشيوية إيجوا من تجربة سياسية غضة بغض النظر عن مرحلة الرئيس عون العسكرية أنا عم بيحكي عن الطيار الوطني الحر وبالتالي ما فينا هون نميز حدا على حسب حدا لأجل العدل والإنصاف ثلاثة حليفين للرئيس الحريري أساسيين من خلفية ميليشيوية إذا كانت الميليشيات التامة إن الحزب التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية أربعة حتى الرئيس برل ما بيستحي بمرحلة الميليشيات لأنه جزء من تاريخ صحيح كان قلو نقدي لكن قلو سياسي هو أيضا في علاءة سياسية كبيرة هو والرئيس الحريري هذه الملاحظة الأولى المسألة الثانية حول مسألة الوزير بيسيل التسوية الرئاسية كتبت وأقرت بين السيدين نادر الحريري وجبران بيسيل وبالتالي الوزير بيسيل هو عنصر مركزي في هذه التسوية الرئاسية وهذه حقيقة أكثر من يدركها هو الرئيس الحريري أربعة الرئيس الحريري بحاجة لاستمرار الوصل الإيجابي مع الوزير بيسيل وهذا أساسي وطنيا نحن كلنا من خلال المصلحة اللبنانية بنيا لكن بالنهاية في لعبة تحسين شروط على قاعدة المعادلة الداخلية الموجودة في استحقاقات قادمة في التعيينات وكل طرف يريد باكرا أن يحافظ على حسطه أو يحسن حسطه في إطار هذا التجاذب السياسي الداخلي أيضا ما عليهم في ملاحظة داخل البيئة المباشرة للرئيس الحريري ولطيار المستقبل هناك من يحاول كان بفترة غيابه أن ينام منه بشكل مباشر وهذه نقطة مهمة لأنه من يريد أن يحسن الشروط أو يغير ربما في أو ترسيم حدود التسوية الرئاسي إنجاز للتعبير يجب أن يكون محصنا أيضا ظهره هنا لتحدث عن ليس فقط داخل الوسط السني وإنما أيضا داخل تيار المستقبل سنناقش هذه النقطة ولكن قبل أن أعرض صوتيات خاصة بالمملكة العربية السعودية إذا أردت أن أخذ منك جملة لو سمحت دكتور نزيه خيات هل أراد اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري أن يؤطر العلاقة فقط يعني ستكون حتى بموضوع التسوية مع رئيس الجمهورية بعيدا من الوزير الخارجي جبران باسيل أساسا العلاقة المباشرة هي مع فخامة رئيس الجمهورية تخلل خلال هذه الفترة لأنه تسوية التوقيع خلال النقاشات الموازنة التي امتدت ثلاثة أو أربع أسابيع كان مفوضا الوزير جبران باسيل مفوضا من قبل فخامة الرئيس بنقل وجهات نظير اتجاه بعض المسائل الداخل أما في القضايا الأساسية المرتبطة سواء كانت بجدوى الأعمال المجلس الوزراء أو بالنسبة للتعيينات فهي بديهية أن تكون محصورة بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الفقومة حتى عموضوا عن التسوية أو أي تفاصيل والتسوية هي تسوية صحيح قد يكون مهد لها طرفين سواء كان سيد نادر الحريري أم الوزير جبران باسيل وإنما هم مهدوا من جانب التقني أما القرار السياسي فهو قرار سياسي من الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري فبالتالي العلاقة ستبقى محصورة بين الطرفين بين الرئيسين وهذا ما أكده اليوم دولة الرئيس الحريري سنستعد أيضا صوتيات مما قاله اليوم رئيس الحكومة حيث قال أنه لا يجوز وضع السعودية في موقع الخصومة مع لبنان ما بيجوز لأي سبب كان نحط دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وقيادتها تحديدا بموقع الخصومة مع لبنان هذه دول إلها بكل منطقة بلبنان إنجاز وعمل خير وما في منطقة من لبنان ما إلها شباب بالآلاف بيشتغلوا بدول الخليج حلنا نفهم أنه مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية مع أي دولة والولاء للبنان يتقدم على أي ولاء لأي محور آخر عدو تكتل لبنان القوي النائب أدي معلوف كده في لقاء مع الميادين أنه لا مبررة لأي خصومة بين لبنان والسعودية في عالم بالداخل اللبناني كانوا عم يتلقفوا حيالا كلمة مثل كلمة اللي قال أم بارح الوزير باسير اللي عدت فيها خمس أو ست دول اتنقى منهم دولة وحدة وانعمل عليها أوركسترة طويلة عريضة نحن ليش بدي يكون في عنا مشكلة مع السعودية اليوم ليش عم بدي يكون في عنا مشكلة مش عم بفهم السبب يعني بمرحلة معينة يمكن كان في عنا انتئادات معينة كان عم يجينا انتئادات من السعودية بمرحلة معينة حطيناها ورانا وبالعكس صار في زيارة لفخامة الرئيس أول معامل رئيس جمهورية للسعودية والعلاقة مع السفير هون شغالة لا أبدا يعني ما بدنا هالموضوع ينفهم غلط وفي موضوع السياسة الخارجية للبنان أكد أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري أنه وافق على قرارات قمة مكة باسم لبنان نأيي بالنفس الدستور لما رئيس الحكومة بيوقف على أي منبر عربي أو دولي فهو بيحكي باسم كل لبنان وأنا حضرت قمة مكة المكرمة باسم لبنان وألقيت كلمة لبنان ووفقت على قرارات القمة باسم لبنان كلمتي وموقفي بمؤتمر مكة هني قمة الالتزام بالبيان الوزاري بالنائب النفس ومصلحة البلد ويلي شايف غير هيك خليه يرجع للكلمة والقرارات ولكل قرارات القمم العربية السابقة ويتأكد مين يخرق النائب النفس دكتور خياطن على من كان يرد رئيس الحكومة في كلامه حول التزامه بالنائب النفس في كلمته في قمة مكة وإلى أي حد كان الكلام موجه ربما للسيد حسن نصر الله فيما استعرضه حول هذا لا أعتقد هو عملية رد ورد مباشر أو ردود وردود عليها أعتقد أنه حاول أن يوضح دستوريا وسياسيا موقف رئيس الحكومة من خلال مشاركته في هكذا مؤتمرات كلمة الرئيس يجب أن نميز ما بين قرارات الصادرة عن القمة والبيان أو الكلمة التي ألقاها الكلمة التي ألقاها التزم فيها نصا وروحا بعملية النائي ومن الطبيعي أن يتم استنكار أي اعتداء من أي جهة كانت على دولتين عربيتين هذا من ناحية أما بالنسبة فبالطبيعي كان هو توضيحا نسبة لما أدل به سيد حسن نصر الله بالنسبة للكلمة التي ألقاها الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية أما بالنسبة ل دكتور عفوا عندما يشارك رئيس الحكومة هناك من تحفظ على البيانة التي خرجت عن قمم مكة كدول عدم وجود التحفظ هو الموافقة عن ما خرج عن القمم أم لا كلا تحفظ تحفظ الموقف العراقي أصدقى الموقف العراقي تحفظ على فقرة ولم يتحفظ على مقررات القمة العربية عندما تم الإشارة إلى إيران هو 11 فقرة أشارت إلى إيران دكتور ماشي على الفقرة يعني هي بيكون مبوابي هي فقرة لإيران ومعددينها ولكن بالنسبة لرئيس الحريري هل يعني أن رئيس الحكومة غير موافق على ما خرج عن هذه القمة؟ لا 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 رئيس الحكومة معني بالمصلحة الوطنية اللبنانية ومصلحة اللبنانيين في المملكة العربية السعودية 530 ألف لبناني 530 ألف 250 ألف فقط في مدينة جدة يعملون في مدينة جدة في دول الخليج قاطبة يتراوح عدد اللبنانيين ما بين 550 و600 ألف ونحن يدر ويدخل مداخيل حوالي 6 إلى 7 مليار دولار إلى لبنان وكان هذا المبلغ يسد من العجل في الميزان التجاري اللبناني حاليا تقلص نتيجة الوضع الاقتصادية بشكل عام فهنا حرص الرئيس الحريري عندما أشار لماذا التطرق واستعداء المملكة العربية حفاظا لما نحكي عن 500 ألف عائلة لأن حسب حتى الأرقام تحدث عن 200 ألف لكن هذا عدد كبير 200 ألف فقط بمدينة جدة بغض النظر عن الأرقام ولكن أريد أن أفهم بالسياسة ما تريد أن تقولها أفهم دكتور خيات تريد أن تقول بأنه لم يصدر أي تحفظ من رئيس الحكومة عن ما خرج عن بيان في قمم مكة حفاظا على من يعمل في المملكة العربية السعودية لكنه ضمن غير موافق ما جدوى الرابط أو ما الإشارة من الرابط بهذا الشكل لا، عندما كان بالقمم الماضية عندما كان يتم الإشارة إلى حزب الله كان الموقف اللبناني يتحفظ على هذه الفقرة في الموقف بالنسبة لعلاقة مجموعة دول العربية بانتجاه إيران فكان هناك تضامن عربي فاللبنان منسجم مع الموقف العربي العام فهذا موقف عام كلاسيكي أنا ما يعنيني هو كلمة رئيس الجمهورية أمام المؤتمر رئيس الحكومة أمام المؤتمر فهو لم يتطرق ولم يخرج عن عملية النائب النفس أو عن عملية الإجماع اللبناني لكنه موافق عن ما خرج عن القمم طبعا أعلنها مثل مدباية الدول العربية باللي عم بجارة بيوضحه أمر إيجابي عم بجارة بيوضحه الدكتور خياط بس خلينا نعلق على ثلاث نقاط أساسية وبشكل سريع صحيح الرئيس الحكومي دستوريا بكلمته يمثل كل لبنان لكن حدود التزامه بالنائب النفس بناء على المحددات الداخلية بقرارات قم هو الذي يحتاج إلى نقاش علما أنه هناك معلومات دقيقة تقول أن الرئيس الحريري حاول إقناع الرئيس برهم صالح الرئيس العراقي بمسألة عدب التخفض على البند المتعلق بإيران لماذا؟ وما بعرف واضح تماما أنه يحاول كان أن يخصن إجماع تدين من خلاله الجمهورية الإسلامية الإيرانية علما أنه الدولتين العربيتين اللي عم ينقال أنه اعتدية عليهم لم تتبنى دولة الإمارات حتى هذه اللحظة مسألة اتهام الجمهورية الإسلامية بحادثة الفجيرة واحد اتنين ضرب أرامكو لهو كان العنوان السبب الثاني للإيداني هو بإطار صراع داخلي باليمن العالم متفق على أنه في وجهتين نظر وأن الأكثرية السكانية ما بدي فوت بالنقاش حول الشرعية موجودة بجهة أنصار الله والدولة اليمنية الشرعية في صنعاء وأن ضرب أرامكو كانت في إطار استهداف يومي ومجازر يومية ترتكبها المملكة العربية السعودية ضد الشعب اليمني وبالتالي هي بإطار صراع بين السعودية واليمن ثلاثة ستراميا وهون المهم برأيي أنا بالنقاش هو فعليا هالموجبات ذلك تقتضي بموجب الاتفاق الداخلي أن نذهب إلى حد محاولة إقناع العراقيين بأنهم يغيروا موقفهم الرابع في هذا السياق مهم جدا هون أن مسألة وجود اللبنانيين في السعودية أو بعض دول الخليج أنا مع العلاقة الإيجابية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج بنا أدي إلى الحد الأقصى لكن أن يكون إنسان يبذل عرقه وتعبه ويساهم على مدى عشرات السنوات ببناء منطقة الخليج وتنميتها حضرة ويعير بهذا الجهد بالمقابل اللي بياخده وورقة ابتزاز يومي بطرده في سياق السجال السياسي هذا أنا برأيي يجب أن يسحب من التداول لأنه مسيء مسيء بحقنا كلبناني نقطة جديرة بالتوقف وحالتها أيضا دكتور خياط ولكن نريد أن نشرك معنا لو سمحتم أيضا معنا عبر الهاتف من بيروت نائب رئيس البرلمان اللبناني دولة الرئيس إلي فرزلي مرحبا بكم أريد أن أسألك بداية كيف وجدتم مقاله وطلقيتم مقاله اليوم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريبي وما أطلقه من مواقف أولا بداية نسأل مسيء المستمعين والصديق طيفك الكريم المسمى الدكتور وسيم بل ودكتور نازي خياط معنا أيضا أهلا دولتور والأستاذ خياط كما أنا بس أنا على الهاتف لذلك انتبهت فضل وثانيا طبعا لا شك أنا تلقفت بصورة إيجابية وبقوة مسألة المؤتمر الصحفي الذي أطل به دولة الرئيس سعد الحديد خصوصا لجهة ما أسماه تمسك بتفديد الاتفاق أو التسوية الرئيسية هذه التسوية الذي أعتقد أن محور الاستهدفات ومحور الصراع الإعلامي برماته في الأولى الأخيرة كان يستهدف بصورة الرئيسية لك هذه التسوية وبالتالي إعادة الانقسام العمودي في البلد الذي يبرر الذهاب باتجاهات أخرى أقله ضرب موقف لبنان الموحد قصوصا بمسألة المفاوضات حول ترسيب الحدود ومسألة إسقاط المرحلة برماتها نفس الاستهدفات التي قامت في المرحلة السابقة التي كانت مستهدف فيها سعد الحديد خارج البلد اليوم يحاولون استهدفه من الأصدقاء قبل الأعداء وهذا ما عبر عنه بعبرت عنه بشكل واضح مقدمة المستقبل عندما قالت أنه اللهم نجني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل به لذلك كانت الإطلالة الذي أطلّ بها الرئيس العريري الإطلالة تقع في موقع الطبيعي النقطة الثانية المهمة أيضا هو مسألة التضامن الحكومة أنا لا أفهم كيف أن حكومة ونصراء متوجدين على مدى 17 18 16 جلسي يناقشون الموازنة يبحثون في أرقامها في خلديات هذه الأرقام وأسبابها الموجبة ثم يأتون لينزدوا الوجهات متضاربة أو مزاودة في بعض البعض في مسائل تتعلق لإلقام هذه المقاومة المواسمة هذا عمر في غاهة أهمية ليس من أجل خدمة هذه المواسمة أو تبني مظلومها هذا عمر آخر من أجل مبدأ إرساء الثقافة الدستورية الحقيقية الذي تقول يجب أن يكون هناك التضامن الوزاري هو أجسل عمل الدستوري في البلد من هنا أذكر بأن هكومة التشكيح للحكومة رفعنا الصوت عالية مطالبين بحكومة أكثرية ومعارض أقلية وذلك من أجل تأمين هذا التضامن الوزاري الذي في حالها تغيط كل الحياة البرلمانية وكل الحياة التسطورية في البلد لذلك أنا أعتقد وأنقرأي بصورة إيجابية لا نفس فيها ولا إدهام المؤتمر الصحبي بصرف النظر عن بعض النقاط الأخرى المتعلقة بشؤون داخلية أنا أعتقدها استطراضية طيب دولة الرئيس هل نحن مقبلون لأنك تشر إلى موضوع التوتير السياسي وهذه السجالات انطلاقا من لقاء المرتقب يعني بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أمام حل حلة للأمور طبعا طبعا ما الذي قد نتوقعه في هذا اليتار كل مراهنة أنا أقول بشكل قاطع كل مراهنة على دك التسوية الرئاسية هي مسألة مراهنة أو دفع الأمور بإتجاه تخريب البلد وهذا عمر لا أعتقد السادة الرؤساء رئيس جمهورية ورئيس بجلس ورئيس وزارة يفكرون قيد أمول بمسألة تفعل أمور بإتجاه تخريب البلد وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث هل هناك في تحصين لهذه التسوية ولكن هل يمكن أن نتحدث عن تغيير بعض الأمور بعض الضمانات إعادة ترسيم حدود لهذه التسوية الرئاسية إنجاز التعبير خلينا خلينا أن نرحب نقاش في كلام أبين حتى واهي وهذا كلام غير دقيق يتعلق أنه هناك هناك اعتداءات على مسائل تتعلق ببعض الأمور تتعلق تحتاج تسوية لعدد تنسيط أنا لم أفهم هذا الكلام على المطلاق إذا تسكيل غاية الدك دك الدك الدك أنا أعتقد أن التسوية تقوم على هناك دستور دستور هو الذي يحدد السقوم وليس الترسيم أي حمل ترسيم يكون له طابع تآمري على التسكول لماذا يجب أن أفكر بالترسيم إذا كان هناك دستور فنحكي بإتفاق طائف وبدستور نحب فللتزم به الانتزام الدقيقة هذا هو المطلوب يفترض أن هذا في استقافة السياسية اللبنانية معروف نحن نتحدث عن توتير أو دفع بهذا الاتجاه في حسابات داخلية أم أن الموضوع أوسع من ذلك دولة الرئيس أبدا إخلاقا ليس أوسع هناك بعض الفئات نريد أن تستقر على تناقض معين في البلد خرجنا منه بعد الانتخابات الأخيرة وخصوصا بعد التسوية الرئاسية يطالبون أو يتفعون الأمور باتجاه إعادة الانتخاب العموضي فيلبس لباس مذهبي لباس طائقي فتعود لتقرس أدوار بعض الأطراق التي لم يعد لها خبز في هذه الحياة العامة خبز تقريري في الحياة العامة اللبنانية أما إذا كانت هناك مراهنات أو تبع بالتفكير أنه بدون إهيده العربي إلى الوراء كثيرا فأنا أعتقد عندها يكونوا يفكروا بتقريب البلد ليس إلا أشكرك جزيلا شكر دولة الرئيس إلي الفرز لنائب رئيس البرلمان اللبناني كنت مع تفضل في نقطة مركزية يجب أن لا ننسها الموقف الموحد اللبناني من مسألة الترسيم الحدود مع أسواريين وهي دي بيستطرد فيها الأستاذ وصي مال كان له دور فاعل جدا في مسألة تفعل أمور بتغريب وجه تضر الموقف اللبناني وحاولات تخريب هذا الموقف هو إضعاف بهذا الموقف التفاوضي وتخريب فكرة ترسيم الحدود المحرية خصوصا هذه نقطة مركزية لا تنسوها لأنها مراهنة إسرائيلية ومداخلتك السابقة معنا في المسائية كنت ركز على أهمية هذا الموقف الموحد اللبناني خصوصا موضوع ترسيم الحدود إلى حد أربك حتى إسرائيل في مكان ما وتحاول التغيير فيه شكرا جزيلا لك مجددا دولة رئيس إلي الفرز لنائب رئيس البرلمان اللبناني ضيفنا كنت معنا عبر الهاتف من بيروت سأعود إليكم أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كشف عن وجود أشخاص يريدون أسقط التسوية في البلاد بأي طريقة مشيرا إلى أن بديل التسوية هو الذهاب إلى المجهول فيه ناس بدهم يخربطوا التسوية بأي طريقة ومش فارقة معهم إذا أنا بدفع التمن أو كل البلد لأنه بديل التسوية هو الذهاب إلى المجهول والخلاف مع رئيس جمهورية بدفع تمن البلد مع اقتصاده واستقراره صار حكي كتير عن موت التسوية يمكن لأنه فيه أشخاص بيتمنوا أنه الاستقرار يطير بس حتى يقولوا أنه معهم حق وأنه يلي عملوا سعد الحريري كان مغامرة يمكن صحيح كانت مغامرة وصحيح أنه كان قرار عكس التيار وصحيح أنه دفعنا تمن خصوصا بالانتخابات لكن الصحيح أن البلد بعده واقف على إجريه الحريري أكد أن العلاقة مع الرئيس ميشيل عون مميزة أما عن العلاقة مع وزير الخارجية جبران باسيل ففيها بعض الحساسية أنا ما رح أفقد الأمل وبعتبر فخامة الرئيس ضماني لإلنا جميعا وضماني للاستقرار السياسي وحماية العيش المشترك ما في مشكل ما إلها حل المهم ما حدا يحط براسه أنه قادر يلغي التاني أو يفتكر أنه قادر يكون ملك متوج على عرش الجمهورية لبنان غير هيك العلاقة علاقة موجودة في علاقة اليوم فيها شوية حساسية ومثل ما قلت بالآخر أنه ما في شي إذا ما ععدنا وحكينا وحلينا الأمور تنحل نحن مش رايدين نلغي أحدا ومش رايدين حدا يلغينا الحريري أكد أن صلاحيات رئاسة الحكومة بخير ولا أحد يستطيع أي مستابهة ورأى أنه من غير المقبول بعد اليوم أي زايد أحد على رئيس الحكومة أو على تيار المستقبل صلاحيات رئاسة الحكومة بخير وما حدا في مد إيده عليها وأنا بتحدى أكبر رأس ماشي بهالكذبة يفرجينها وين فردت بالصلاحيات وحقوق السنة لكن يلي ماشيين بهالكذبة بقولهم ما تكونوا سبب الإحباط وقفوا هذه اللعبة وبقول لتيار المستقبل ما حدا ينجر لردات الفعل نجدد الترحيب بضيفين هنا في الستوديو دكتور وسيم بزي وأيضا دكتور نزيخ خيات ومعك أستاني في الحوار دكتور خيات لمن وجه رئيس الحكومة هذا الكلام عندما يتحدث عن صلاحيات رئاسة الحكومة بأنها بخير وأنه لا يوجد تفريط أيضا بموضوع الصلاحيات أو حتى في حقوق السنة الحقيقة هو وجهها إلى الجميع لأن الأصوات سواء كانت من المؤيدين أو من هم على المراقبين أو من هم من الحلفاء الذين قد تفسر بعض المناورات السياسية وكأن هناك تعد على صلاحيات رئاسة الحكومة طبعا الأداء شيء والموقف السياسي مع الحلفاء والأطراف شيء آخر ما نلاحظه أن جميع هذه التوترات ناجمة عن أخطاء في الأداء السياسي وليس بالموقف السياسي فعلا لأنه ما نقل وكان أشار عفا دولة الرئيس إلي الفرزلي ومقدمة تلفزيون المستقبل وحتى أشار إليه رئيس الحكومة حديث عن أحصن الترواضة عن صائدي فرص عن الجالسين على صفة أو رصيف بيت الوسط الأمر ليس في خطأ في التقدير السياسي بقدر ما فيه استثمار سياسي في مكان ما أنا محكة عن الحلفاء قد تكون أنت حليفة لهذا الطرف ولكن في الأداء السياسي في الآليات العمل تخطئين فيتم تفسير هذا السلوك على غير ما يهدف للقوات والاشتراك مثلا لكن هذا ليس موجه لدخل تيار المستقبل الرئيس الحريري رصد جميع المواقف المتعددة خلال تلك الفترة ووجه رسائل ومواقف للجميع دون أن تكون هناك حصرية لطرف ما فهو صنف جميع من يمكن أن يحاول أن يستثمر هذه الحالة الضبابية وهذا الالتباس وهذا الجو المتوتر العام للإدلاء بدلوه خلال هذه الفترة القصيرة التي عمرها تقريبا ثلاثة أو أربع أسابيع فعمد إلى طرح هذه النقاط هذه التوضيحات إذا كان هناك من أحسن الترواض فنحن نعلم بهم إذا كان هناك من أصدقاء يحاولون استغلال مواقفهم فنحن أيضا واعون لهم إذا كان هناك من خصوم يحاولون الاستياد وإسقاط التسوية فنحن مدركين لها يعني عمالي حاول يعبر الرئيس الحريري أنه على بين وعلى إدراك كامل لجميع ما حصل من هذه وهذا الجو المشحون خلال الفترة الماضية هل هذا الكلام ينسحب على منهم داخل تيار المستقبل بمعنى في خطأ تأقدير سياسي أم هناك في محاولة فعلا لسيادة فرص واستثمار سياسي وهنا النقطة الأهم بمعنى أنه كيف يستطيع أن يواجه أو حتى يشخص والمواجهة أو التعامل مع الأصدقاء الحلفاء أو الخصوم هو خص تيار المستقبل أن لا ينجرف والحقيقة تيار المستقبل نعم أم لا في من نجرف لم ينجرف وإنما عبروا عن مواقف الداخلية فبالتالي أنا اللي بدي أقوله تيار المستقبل ليس تنظيما حديديا هذه أول نقطة هو يشكل حالة ائتلافية جماهيرية عامة تضم من كل التلاوين تضم يعني فينا نقول حالة جبهوية في نوع من الحرية التعبير بحدود معينة قد يشط البعض منها قد يبالغ البعض منها ولكن تحت صقف القرار السياسي للرئيس الحريري كيف يمكن استبيان ذلك كيف يمكن تأكيد هذه النقطة من تحت صقف السياسي لأنه ما نقل وليس فقط في تطور المشهد اليوم حتى في مقبل ذلك بأنه هناك من يسعى فعلا لأن يأخذ في مكان ما هذه العباءة لرئاسة الحكومة التي ما زالت لابن الراحل رفيق الحريري هناك من يريد بالفعل أن يكون من داخل التيار الأزرق في رئاسة الحكومة أو في امتدادات ربما في المصلحة خارج لبنان ليس هناك من داخل التيار المستقبل من عبر عن رئيس الحريري رئيس الحريري عبر عن عدم انجرار التيار المستقبل كوادر التيار المستقبل في البوليميك في هذه التجاذبات والخطابات التي دارت خلال الفترة الماضية والمستقبلية فأنا أعتقد أنا أعتقد بأنه رفض الدخول في مهاترات مع أشخاص بعينها هو حدد ودرس حالات هنا حالة معينة ثانية ثالثة ورابعة رد عليها بشكل واضح وقال هذا هو موقفي أنا مدرك لجميع التناقضات الحاصلة ولكن التسوية مستمرة ويجب أن نعيد إنتاج العوامل والعناصر الإيجابية والاستقرار للانطلاق بعملية النهوض الاقتصادي التي تهدد الجميع وهو هذه هي المسألة المحورية لدى الرئيس الحريري دكتور بزي توافق على ما تقدم به دكتور خيات حول ما أراد أو رمى إليه الرئيس رئيس الحكومة سعد الحريري حول صلاحيات رئيس الحكومة بالنظر ربطا بالجملة التي قالها من يظن بأن رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة في موقع الضعف أو موقع الضعف في الأيام المقبلة كفيلة بأن يعني تخبر أو تشي بغير ذلك يعني دكتور خيات ما في شك أنه هو ابن التيار وعايش البيئة بس هو يمكن محرج بتوصيف الأمور بوضوح أكتر الوزير المشنوق طلع على دار الإفتاء هو في الكتلة هو ليس بالتيار بس طلع أنا بس لأنه التركيز دكتور هو على أعضاء التيار لا أنا أصدفية الوزير نهاد المشنوق هو نائب في كتلة المستقبل مش عم ناقش انتمائه للطيار أنا عم قول هو ابن البيئة السياسية هو ابن البيئة السياسية والزلمة بلحظة معينة طلع حكى خطاب سياسي وكأنه ظهر به أنه يريد أن يزايد على الرئيس الحريري أو يحرجه واحد اتنين حدا عمل مقابلة عضو بطيار المستقبل عمل مقابلة على الام تي في أول مبارع وعمل لغط حينما قال استاذ نادي مقطيش قاله بوضوح ليس بطيار المستقبل الرئيس الحريري في نصف استقالة والاستقالة قد تكون على الطريق هيدا عمل إيرباكو لغط ثلاثة في كثيرين من خصوم التسوي الرئاسية داخل طيار المستقبل وبرأيي أنا على رأس الرئيس سؤاد السانيورا الذي لم يسلم لحظة واحدة بمحبته لهذه التسوي أو قبوله بمندرجاته أيضا أدلى بدلو في هذا السياق أربعة في مصالحة رعاها الرئيس السانيورا مع الوزير السابق أشرف ريفي عاد الوزير ليفي إلى نفس الخطاب الذي سبق المصالحة بمحاولة تحميل الرئيس الحريري مسؤوليات حول ما يسمى التفريط بالصلاحيات كل هذه الأسباب مجتمعة فرضت على الرئيس الحريري أن يأخذ موقفا يعيد فيه تصويب الأمور لم الأمور بالمناسبة أنا أؤكد أن الرئيس الحريري يمثل الشريحة الأوسع داخل الطائف السنية وجوده بقلب المعادلة السياسية في هذه اللحظة مهم للبلد في إطار الشراكة لكن كمان الوزير باسيل عم ينظلم لأن الوزير باسيل أحيانا عم بيكون صادق وصريح بتعبيراته وإن كانت تعبيراته عبر الاستخدام الإعلامي عم بتكون أحيانا لا بس لأنه دكتور بزي هي النقطة المهمة لأنه موضوع التعبير لأنه عندما يتم الكلام بأنه البلد لا يدار بزلة اللسان ويحمل بهذا الشكل لا زلمي كان عم يحكي سياسي رامي لا أنا أقصد هنا وعندما يتم الحديث عن بعض التصريحات التي ربما تساهم في مكان ما في يعني القلقلة داخل الطائفة السنية وهذا يذهب يذهب بالبلاد لعدم السلم والاستقرار في البلد هذا أيضا بالنفس الخطورة لكي حجب التخويف من هذا السجال السياسي وتداعياته وفيه شوية مبالغة بالآخر هذا لبنان وفيه سجال سياسي ومحاولة تحسين شروط وتشاطر والقصة بالنسبة للجميع مش بهذه الطهرانية في لعبة مصالح بين الجميع بخلفية المشهد مع له واحد اثنين بملف النزوح السوري للرئيس الحريري حكى بوضوح انه كلنا بنا نرجعون اليوم بس خطاب الرئيس الحريري السن الماضي ما كانش ايك واللي قبله ما كانش ايك عال تحسن خطاب الرئيس الحريري ايجابا بموضوع النزوح لكن مطلوب مقارب جريئة تجعلنا اكتر اقترابا من سوريا الدولة المعنى الاول بهذا الملف ولا يكفي ان نقول انه الدولة السورية ما بده ترجعون للنازحين مش صحيح هذا الكلام سياسة تشجيع النازح على البقاء من خلال استغلاله في مشاريع سياسية كما تحدث سمحت السيد حسن نصر الله منذ خطابين لما ربط الأمر بانتخابات الرئاسة بسوريا عام 2021 هذا موجود المفوض العام للاجئين ما عم بتشجع النازحين على العودة وفي انقسام سياسي ولو انه عم بضب حول هذا العنوان حديث الرئيس الحرير اليوم انا فيه اخذه بالنص الملان من الكوب وقول عال صار الموقف الوطني يقترب اكتر فاكتر من الاجماع حول ضرورة عودة اتنين حول مسألة الموقف الوطني الموحد بموضوع التفاوض حول الحدود لحكى عنه دولة الرئيس الفرزلي نعم في الافطار الرئاسي الشهير لصار بالأصر الجمهوري خلال شهر رمضان عقد لقاء ثلاثي بين الرهزة على هامش اللقاء وتم تداول ورقة مكتوبة فيها خمس بنود اعتمدت رسميا وسلمت الى السيد سترفلت كانت الاساس في موقف موحد حول هذه القضية دكتور خيات فتر نحيط توضيح فقط اولا بالصحافي والاعلامي نديم قطيش ليس عضوا في تيار المستقبل لم يكن وليس حاليا فهو صديق يعني هو كان في حركة 14 آذار كان لديه برنامج في تلفزيون المستقبل انتقل الى العربية لا يمثل لا يمثل موقف تيار المستقبل لكن يمثل موقف المملكة يعني لذلك لبما كلامه يأخذ خلفية قد تبدو مهمة من يمثل ومن بمن ينطق ففي التالي كي لا نحمل الموضوع كتصويب للمسا موضوع تاني بس انا عم وضح انه مشكلة تصريح بسويه الاعلامي نديم قطيش هو يعبر نقطة تانية اشار الرئيس الحريري انه في مرتكزين اساسيين له ملء ثقة بهما هو دار الافتاء ورؤساء الحكومة السابقين ومن ضمنهم رئيس سانيورا وبالتالي لم يكن ولا مرة خلال هذه الفترة حتى في ردود الاعلامي ما شو اقول لنا انا قلت رؤساء السلاسة ومن ضمنهم الرئيس سانيورا لان حضرتك اشارت للرئيس سانيورا ومن ضمنهم رئيس سانيورا لانهم حريصون على استقرار الوضع على احترام النصوص الدستورية لكل سلطة من السلطات شكرا ولم يتجاوز القضايا الخلافية باستعليق اخير بمسألة البيئة الحاضنة بعد جريم ارهابي موصوف ارتكبت والخطاب المرتبك امنيا وسياسيا بالتعاطم لا في بيئة حاضنة ولو محاصرة ولو ضيق موجودة تؤمن شرعيا وشعبيا هكذا جرائع هذه ليست بيئة هذه بقرة فينا نقول ولكن لما نقول البيئة من الناحية السوسيولوجية يعني أنك عم بتعمم عن الاجتماع الإسلامي معايا جزيلا لك دكتور نازيخ خياط عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل ضيفنا هنا في الاستيديو جزيلا شكر لك وأيضا جزيلا شكر لك دكتور وسيم بازيال باحث في الشؤون السياسية ضيفنا هنا في الاستيديو بعد نسأل ختام المسائية نذكركم بعناوينها البلد ما بيجوز يندار بالبهورة وزلات لسان رئيس الحكومة اللبناني علاقات لبنان مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج أحد ولا يجوز وضعه السعودية في موضعي الخاص الحريري يؤكد أن موافقته على بيان قمة مكة منسجمة مع البيان الوزاري وسياسة النأي بالنفس ويتمسك بالتسوية الرئاسية ويتهم المروجين للانتقاص من صلاحيات رئاسة الحكومة بالكذب دائما المزيد من الأخبار والتقاريض اضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نيت إضافة إلى موقعنا بلغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء